كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تأسيس المجلس تنسقي مصري السعودي هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات بين البلدين وأوضح مدبولي أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة في الاستثمارات المشتركة مع السعودية على قطاع الصناعة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر والسعودية والحمد لله استطعنا أن ننجزها في وقت قياسي وسريع جدا وخلصت الحمد لله في هذه الفترة وكان طبعا فرصة أن الحمد لله وزيري الاستثمار من البلدين وقعوها وزي يمكن ما أنا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده على هامش زيارتي الماضية للمملكة أن هذه الاتفاقية ستبقى بتؤسس لمزيد تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في البلدين وحماية هذه الاستثمارات وبالتالي هي بتنص على العديد من الإجراءات اللي هدفها كله تبسيط وتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة وان شاء الله تكون هي بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله